أعلم بحضراتكم من جديد وتريند الأهلي والليتكتب عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية نبدأ مع بعض أول حاجة على السوشيال ميديا والصفحة الرسمية لسوبر كورا على الفيسبوك كتبوا أن بيتس وموسيماني يعود للقاهرة السبت المقبل من جنوب إفريقيا في تفاصيل الخبر أن بيتس وموسيماني يعود للقاهرة يوم السبت المقبل بعد بأن صفر إليها خلال الساعات القليلة الماضية في عجازة قصيرة تستمر عدة أيام طيب الخبر من خلال شاشة قناة النادي الآلي بيتسو موسماني والجهاز المعاون للجهاز الجنوب إفريقي كلهم موجودين في مصر مش هيسفروا موجودين لغاية موعد نهائي دور أبطال إفريقيا هذا الخبر غير صحيح وعاري تماما من الصحة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني موجودين في مصر ومش مسفرين الفترة الجاية عندهم دراسة لموعد نهاء إفريقيا عندهم دراسة للاستعداد للمسلم الجديد عندهم استراتيجية إزاي هيتعاملوا مع فكرة الأجندة الدولية الفترة الجاية ولما ترجع اللعبة الدولية مع لعبة منتخب مصر اللعبة اللي تنضم غدا إن شاء الله للمنتخب الوطني ممكن يكون فيه معسكر مغلغ بعد العودة أو ممكن يكون فيه تدريبات يومية خلال الفترة اللي جاية لذلك في دراسة للعديد من الأمور خلال الساعات اللي جاية فبالتالي بيتسو موسماني موجود في مصر مش مسافر وهيكون إن شاء الله بإذن الله عنده تحضيرات لنهاء إفريقيا لأنه حدث مهم جدا وبالتأكيد الجهاز الفني مع اللاعبين مع الإدارة شغلهم الشاغل موعد النهائي وفي انتظار الفائز مباراة الغد بين الزمالك والرجاء المغربي طيب معنا كمان في السوشيال ميديا صفحة الأهرام الحساب الرسمي للأهرام قالوا إن مصابي الأهلي يعودوا للتدريبات الخميس المقبل بأوامر موسماني بيتكلموا عن إصابة طبن حسين الشحات وأجيو مروان محسن وسعد سمير ومحمد محمود هو الأمر متعلق بالجاهزية الطبية ليهم الفترة الجاية أولا دكتور خالد محمود أكيد بيعكف خلال الفترة الحالية على تحضير أكثر من تقرير لأكثر من لاعب خلال الفترة الجاية عشان يشوف الجاهزية ومدى انسيام اللاعبين ودخولهم إلى تدريبات الفترة الجاية قبل ما يكون فيه استعداد للمباراة هل فيه مباراة ودية هل فيه مباراة أخرى ده هنشوف الفترة الجاية حسب ما يشوف الجهاز الفني كما أن معانا من صفحة الوطن الاسبورت على تويتر الأهلي بيعلن مدة غياب حسين الشحات الأشعة اللى خضع عليها حسين الشحات خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت أنه مصاب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى بعد شكوام للإصابة في إحدى التدريبات وبالتالي محتاج حوالي عشرة أيام يعني من أسبوع لعشر أيام عشان يكون جاهز بعد فترة التأهيل خلال الفترة اللى جاية طيب كمان معانا من صفحة الأهرام الحساب الرسم للأهرام على تويتر برنامج خاص لتجهيز حسين الشحات لنهائي دوري أبطال إفريقيا زي ما قلنا إصابة حسين الشحات هتاخد لها من أسبوع لعشر أيام خلال الفترة اللى جاية عشان الجهاز الفني يكون جاهز باللاعب إن شاء الله بعد هذه المدة يعني بتتكلم مثلا من منتصف نوفمبر حتى 27 عندك فترة التأهيل لحسين الشحات ورامي ربيعة وأكثر من لاعب خلال الفترة اللى جاية إن شاء الله على يوم سبعة وعشرين نوفمبر يكون فيه أكثر من لاعب جاهز لمبارات نهائي دوري أبطال إفريقيا أخذ لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكوا واستكمال تريند الأهلي ترجمة نانسي قنقر